بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنستكمل معنا في Screw Joints Forms of Screw Thread النوع اللي معنا بعد كده اسمه الأكم ثريد وده نوع مطور من القلاوز اللي هو السكوير ثريد أو القلاوز المربع طبعا السنة هنا بتاخد شكل شبه المنحرف هو modification of square thread and more stronger وأقوى منه يبقى تعديل في square thread وفي نفس الوقت أقوى منه Frequently used on screw cutting lathe, press valves and pinch vices بيستخدم طبعا في الملزمة أو المنجلة لها أحد وسائل التثبيت بيستخدم في عمود التغذية الخاص بتفتيح القلاوز وفي عنده نقطة مهمة جدا هنتكلم عليها دلوقتي when used in conjunction with split nut split nut اللي هي السمولة منفصلة زي دي بتتكون من جزئين بالشكل ده as on the lead screw of the lace السكرو عمود القلاوز اللي موجود في المخرطة the tapered sides السطحين اللي هم tapered المسلوبين دول هنا وهنا بيعملوا ايه of the thread facilitate ready engagement بتسهل عملية الانجاجمنت أو التعشيق and disengagement عملية التعشيق وفك التعشيق of the halves of the nut when required يعني السمولة ديت عبارة عن جزئين جزء هنا وجزء هنا بالشكل ده إما أن هي نقربها من بعضها نجمعها على المصمار ده أو نفصلها من بعضها طبعا الأسنان هنا السنة مفروض تيجي على الفراغ ده والسنة دي تيجي بفراغ مقابل فبالتالي لو ده مربع هتصعب جدا لازم يكون السنة في مقابل الفراغ بالضبط وإلا مش هتدخله مع بعض أما في حالة الميل هنا اللي هو ال tapered side ده بيسهل في أنه السنة في أي وضعية ممكن تيجي وبعد كده بحركة بسيطة تعمل self adjusting ومن ثم يتم ال engagement والdisengagement للنط القلوز اللي بعد كده بيسمون knuckle thread knuckle thread من الشكل بتاعه هنا هنلاحظ أنه بواخد شكل نص دايرة من أعلى ونص دايرة من أسفل modification of square thread هو تعديل من square thread rough and ready work كلمة rough and ready work ديت عشان كده بنستخدمه في تطبيقات سهلة ويسيرة اللي هي زي hydrants والneck of glass bottles hydrants اللي هي حنافيات الحريق إحنا طبعا محتاجين رجل الإطفاء محتاج سرعة شديدة جدا في تركيب خرطوم الإطفاء فبالتالي بنستخدم النوع ده النوع ده طبعا صعب في إنتاجه عشان كده ممكن أنه يتم تشكيله زي اللي هي عنق الزجاجات خاصة بالمياه خاصة بالزيوت خاصة بالعصائر طبعا عبنية بتبقى سهلة فك وتركيب النوع اللي بعد كده اللي هو بيسموه النوع ده بيستخدم فيه في نقل القدرة في اتجاه واحد فقط من الشكل اللي احنا شايفينه هنا فيه هنا وفيه هنا فبالتالي ده بياخد القوة في الاتجاه ده فقط أما القوة في الاتجاه المعاكس تؤدي الى فك سن القلوز بيجمع ما بين المميزات اللي موجودة في السكوار ثريد وفي الفي ثريد اللي هو واخد الشكل ده بيستخدم فيه المنجلة نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله